اشتركوا في القناة ان شاء الله راح نزل لكم هالحلقة هالحلقة ان شاء الله راح نطيب خاطركم في فلتر من الفلاتر المهمة اذا ما عندك هالفلتر بعدتك احسن لك لا مولها الدرجة الفلتر هذا وايد وايد مهم اسمه فلتر البولورايزر لها عدة استخدامات كثيرة راح سجلنا بعض الفيديوهات واحنا نستخدم هذا الفلتر حق اكثر من نوع من انواع التصوير راح نشوفها مع بعض راح نشوف كذلك شلون انا اشتري هالفلتر اذا بتشتري فلتر بولورايزر اللي هو يشيل لنعكاسات او يزيد لنعكاسات عندك ثلاث اشياء اول شغلة تأكد انه يكون ملتي كوتيد ملتي كوتيد يعني في الاشياء اللي هاللينز فلير ممكن انه يقلل لك ياها في هذا النوع من الفلاتر ثاني شغلة اذا بتشتري لك فلتر تأكد انه يكون نحيف او انه ما يكون يعني عريض الفلتر لانه مع عدسات الوايد انجل راح يعطيك مثل اللي هو السواد فغالبا يكتبون عليه لو بروفايل او ألترا ثن ثالث شغلة اللي هي حجم الفلتر اللي انت تبيه طبعا حجم الفلتر يعتمد على العدسة اللي انت تشتغل عليه غالبا يكتبون انت شنو تحتاج على اي عدسة راح تلقى هنا 77 مليمتر مثلا فرح تأخذ الفلتر بنفس المقاس اليوم ان شاء الله راح نشرح على فلتر من شركة اي اي بي وورد اللي هو الكنكو بروان ديجيتل انا غالبا عندي كان تحفظ على الكنكو بحيث انها تكون ماركة رخيصة مثلا ما يكون فيها كواليتي عالي بس بعد ما قريت عنها كثير بالانترنت وممكن تبحثون وتقرون انه اي من نفس شركة هويا شركة هويا معروفة حق الفلتر طلعت خط ثاني شوي ارخص بس غالبا 100 بال100 أو 90 بال100 من نفس الكواليتي فلاشان ادفع زيادة وقدر اخذ نفس الكواليتي في هذه الفلاتر مثل ما قلت لكم انواعها كثيرة فلاتر البولورايزر في منها يكون مع السيستم اذا كان عندك سيستم الهايتك مثلا تكلمنا عندنا فيه بولورايزر خاص فيه كبير أو الليفس السيستم ممكن يكون بولورايزر خاص بس انا دايما لازم يكون معاي فلتر مثل هذا حق السفر بسرعة بدال ما اركب السيستم كامل اقدر اركب هذا الفلتر طبعا اللي عندهم نفس الشي عدسات صغيرة مثل هذه العدسة أوكي مو معقول انك رح اشتري لها فلتر حجم يعني فغالبا عدسات السوبر تلي فوتو زوم غالبا يكون الفلتر بهالناحية هذي تمام ويركب له بولورايزر مثل هذا طبعا هذا اغلى منهم كلهم بس حق اللي يحبون وايد لايف رح نشوف كذلك فيديو حق الوايد لايف بولورايزر أوكي الحين رح نجرب عملي استخدام الفلتر يبنى معانا سيارة مينيكوبر رح ندخلها بالستيديو خالكم معانا شوي ونشوف تطبيق العملي طبعا صوت المينيكوبر تمام مثل ما قلت لكم سواء تصور برودكت أو حتى بسيارات بره ممكن ان تصورها بالطريقة هذه دائما اذا كان عندك فلتر اللي هو الـ UV الحماية اوكي اتشيل الفلتر حماية وبعد تركب فلتر أي قلاس يركب جدام العدسة رح ياخذ شوي من الـ quality هذه خالص منها بس كثير ما كان الـ quality قوي أو يكون نظيف رح يعني يقلل هذه السلبية فواحد يقول ممكن ياخذ من quality الصورة ايه اوكي ياخذ من quality الصورة بس مو ذاك الـ quality رح يصير لدروب بالطريقة هذي رح اصور هني فيديو رح ناخذ focus لاحظوا الانعكاس اللي موجود على الجنب السيارة انا رح اصوي record حق الفيديو اساس نشوف مع بعض التالي اوكي لاحظوا الانعكاس على جنب السيارة رح الرف الـ polarizer رح الطريقة شون عطاني لون السيارة الطبيعي بها الطريقة هذي ممكن اشيل انا اي انعكاسات غير مرغوب فيها خانحرك شوي مثلا زاوية ثانية يكون في عندي انعكاس الجنب مثلا لاحظوا هني خلنا اخذ focus جدم شوي لا ما رح تحرك اوكي لاحظوا شون انعكاسات كلها راحت بهالطريقة هذي ممكن اشيل العكاسات الغير مرغوب فيها طبعا مثل ما قلت لكم فيه شغلتين اللي هما سلبيات في استخدام اي فلتر انه يطيح الميكواليتي ثاني شغلة متى ما استخدم البولورايزر غالبا ينصحون انه يقولك لا تستخدم البولورايزر اذا قعد تصور بانوراما حق لاند اسكيب خلونا نحن نشوف الفيديوهات الثانية اللي خذيناها مع بعض حق باقي فوائد البولورايزر بانوراما يشيل لك بعض انعكاسات او يحط لك بعض انعكاسات اذا انت تبي ثاني شغلة سيارات ممكن تصور السيارات يعني برا صج تصور سيارات ممكن يشيل لك الرفلكشن هذا او الانعكاسات اذا كان الشخص اللي داخل السيارة مهم ممكن من ورا الزجاج هذا من ورا الجام ممكن يبين مع البولورايزر سجلنا لكم بعض اللقطات اللي راح نشوف فيها الان شون استخدامات البولورايزر مثل ما قلت لكم في حق الاند اسكيب حق الوايد لايف مثل ما راح نشوف راح نشوف مقطع الحين هذا المقطع جدا من قوس الالوان او قوس 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 راح لما تلف البولورايزر راح تبين الالوان لما ترد مرة ثانية راح تختفي راح تطلع البحر ممبين شنو تحت الماء فلما نلف البولورايزر لاحظوا حين الصخور وشون قاعد تطلع ردينا لفين البولورايزر مرة ثانية اختفت هذا الصخور فممكن تتصور صور بحيث ان تشوف الصخر في مقدمة الصورة او في مقدمة الاندسكيب من خلال استخدام البولورايزر اللي يحبون نصورون الوايد لايف شوفوا هذا المثال نفس الشي شوفوا انعكاسات الشمس على البحر لفين البولورايزر رح تروح كل الانعكاسات الموجودة رح يعطيني لون وايد صافي حق الموضوع اللي انا استخدمه فاستخدام بولورايزر مثل ما قلت لكم انك تشيل انعكاس او تعزز انعكاس اذا في منظر مع الجبل الجبل منعكس مثلا فممكن تزيد انعكاس او توخر لانعكاس كذلك اذا مثلا رايح متحف وانتم مسافر ممكن يكون في صندوق بلاستيك او زجاج تنعكس انت صورتك مع الكاميرا ممكن انك تستخدم بولورايزر بحيث انك تشيل هذا الانعكاس رايح الاكواريوم مثلا قاعد تصور السمتش فنفس انعكاسك يروح كذلك مثل ما شفنا اللي هو قوس الالوان ممكن تعزز الالوان والساتيريشن خلنشوف بعد مثال هني هذه الصورة حق مسجد الشيخ زايد وهذه صورة ثانية نفس الصورة نفس المكان بس استخدمنا البولورايزر في ناس يحبون مثلا يشوفون السم هني او وهني مثلا البحر او الصخر او فبعض هم يدمجون اللقطتين في لقطة وحدة فممكن هذي ترك يستخدمونها بعض المصورين في اللي هو فوائد علاقاتهم فوق البيعة حق البولورايزر لما تستخدم البولورايزر اكيد رح يكون لك حماية حق العدسة هذي شغلة شغلة ثانية اللي هي مثل ما قلت لكم رح ينزل شوي الشتر سبيت عندك فممكن تستخدم تصوير الشلالات او لسلو شتر افكت ممكن تستخدم في يعني كفايدة اخرى بالنسبة حق بعض الاشخاص او بعض المتابعين ما شاء الله ما يكونون يعني محترفين بالتصوير بس يتابقون حلقات هذي يقول انا مثلا ودي اطبق هال افكتات هذي على الموبايل مثلا والتليفون الايفون ولا غالكسي هل في شي فلتر بولورايزر حق الايفون لحسن لحظ انه موجود مثل ما تشوفون هني هذا نفس الشي تقدر تلف الفلتر من الايفون ولا غالكسي دي غالكسي ما ادري مو متأكد موجود ولا لا رح تحصل على نفس الافكتات بهالطريقة هذي فانت ممكن تاخذ نفس الفوائد التي تكلمنا عنها في تصويرك بالايفون ولا بأي جهاز ثاني وشذي وصلنا حق آخر الحلقة رح نشوف مع بعض الحين الفائز في حلقتنا الماضية والف المبروك حق الفائز طبعا الجائزة عبارة عن كفر اندرووتر مقدم من شركة اي اي بي وورد سؤال هذي الحلقة تكلمنا عن نوع معين او ماركة معين من فلات البولورايزر ابي عرف شنو هذي الماركة تكتبونها في التعليقات والجائزة عبارة عن الفلتر نفسه مقدم من شركة اي اي بي يوصلكم بالسلامة وشوف تعليقاتكم ان شاء الله في يوتيوب اتنسون سبسكرايب وتنشرون حلقات في جميع السوشال ميديا وشوفكم على خير